قريبا من المرشد الإيراني يجلس قائد قوات قدس الجديد العميد اسماعيل قآني يؤكد للمرشد أن القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية ما كان إلا صفعة أولى قوية لأكبر قوات في العالم وهي ضربة مكملة لقرار مجلس النواب العراقية إخراج القوات الأمريكية من العراق حضور رئيس هيئة الحجد الشعبي العراقي مراسم تأبين الشهداء ومن قبله حضور قادة حماس أيضا حتى وإن كان بغرض تقديم وجب العزاء إلا أنهما يحمل نفطياتهما الكثير من الرسائل السياسية نذكرهم ونعتز بهم وسنبقى نفخر بهم ونذكر سيرتهم ونتشرف بصحبتهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نقضي إلا على منهجهم توجه إيران أصابع الاتهام عن عملية اغتيال الفريق سليماني إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية وتؤكد أن القوات الأمريكية لا يمكنها البقاء في منطقة الخليج وقد تلقى الأمريكيون الضربة الأولى وصمتوا 19 ساعة وبعد إذ ترجع ترامب عن مواقفه وقال إنه لا يريد الحرب مع إيران هؤلاء فهموا بشكل واضح بأنه أي مقامر حتى بسيطة تجاه إيران ممكن يكلف أمريكيين بععدات الأجساد وتكلف أكثر ماديا ينظر الشارع الإيراني إلى الضربة الصاروخية على أنها خطوة مناسبة في طريق الانتقام ولكنها ليست بحجم خسارة قائد كالفريق سليماني انتقام شديد هو مطلب شعبي يفتح الباب ربما على عمليات انتقامية أخرى تحذر طيران من أن أي عمل جديد ضدها سيواجه برد مدمر ويبعث على الندم وإن استخدم الأعداء وأراضي أو قواعد عسكرية في المنطقة فإنها ستكون أهدافا مباحة لإيران مالك عابدة طهران الميادين